تمكنت عناصر فرقة مكافحة المقدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح عمارهم بين 26 و 38 سنة فبعد عملية رصد لشخصين على متن دراجة نارية راد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية ببلدية خير الدين حيث تم توقفهما وضبط بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة بـ 1320 كبسولة من نوع بريبا غالين ومواصلة للتحقيق تم حجز مبلغ مالي مقدر بعشر آلاف دينار جزائر من عائلات الترويج مع تحديد هوية شريكهم الثالث والذي هو محل بحث إلى غاية توقيفه اشتركوا في القناة